فتأملنا بعضنا بموضوع آتيا على السحاب لكن بكمل بقول فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا وبيقول المسيح في متى 28 دفع إلي كل سلطان لنسأل أي يهودي من له السلطان في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض من له السلطان ومن له المجد ومن له الملك ويكون الملك كله لله فما فيه غير واحد فأعطي المسيح سلطانا ومجدا وملكوتا إذن لا يتكلم فقط أنه آت على السحاب إشارة إلى لهوتي لكنه أيضا أعطي سلطانا ومجدا وعضى إشارة إلى ملكه ملكه وبعدين يعني كملت الآي لتتعبد له كل الشعوب يعني كمان صار مركز ومحور العبادي تماما هذه النقطة الثالثة إذن هو آت على السحاب أنا أمت ممكن قابلك لا معك حق حوية هو آت على السحاب لهوتو هو له السلطان والملك والمجد إلى الأبد وستتعبد له كلمة تتعبد بالعبرة فلاح فلاح لكن كانت تستخدم للإشارة لعمل العبادي لأي شخص لإلهه لأنه كانوا يعتبروا أنه مثلما الفلاح يتعب ليحرث الأرض لحتى يجعلها تعطي نتيجة العبادي يجب أن لا تكون رخيصة فأنا أقول لا أحبائنا هو دي اللي بيقرؤوا أيتين أبما يناموا بيصلوا شوية نعم بسوق الصبح وعبدنا الله كانت تستخدم فيها حراثة فيها عمل العبادي لله يجب أن مش مضنية لكن عمل إرادي عمل حقيقي نحن نعبد إلينا هذا يستحق أن نتعب لأجلي يستحق أن نعبده يستحق أن نمجده حتى اليونانيين القدماء كانوا بيبنوا الهياكل على مرتفعات الجبال عشان لازم يعني يكون في شقاء وتعب وعناء لا يصل المكان يعني لازم يتعب حتى يصل في كتار ناس بيفسرها الشي بتعرف الناس اللي بيمشوا حفات واللي بعيشوا بالصوامع وبيألموا أجساد ونحن نعرف في العهد جيد أن هذه القيمة لها ليست بقيمة ما من جهة إشباع البشرية عبادة نافلة نعبد الله بالروح والحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر